انجيل هذا الصباح أحبائي بيتحدث معنا عن التسبيح عن الفرح كيف يكون لساني ينطق بالتسبيح نوع جديد من الكلمات رب المجد اليوم بيعلمنا هل فمي يسبح الله؟ لشان كده المزمور النهاردة بيقول أنت معين عزيز فليمتلق فمي تسبيحا لكي ما أسبح مجدك النهار كله لعظم جلالك بيوجه ذهننا لنوع من الحياة هو حياة الملائكة الحياة اللي ربنا خلقنا عليها أن احنا نكون بنرى مجده ونسبحه واللساننا ينطق بعجائبه في المزمور يقول احمدوا الرب فأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته هل فمي يسبح الله ويمجده ويتحدث بعظائمه؟ الملائكة يوم ميلاد السيد المسيح تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصرة هكذا أيضا التلاميذ الرسل القديسين كانت حياتهم مع بعض يقولوا كده كانوا مواظبين على الصلاة وكسر الخبز مسبحين متهللين في قلوبهم للرب حتى لما كانوا بيتعرضوا للألام أو يتعرضوا للإضطهاد أو للتجارب كانوا يقول كده وذهبوا فارحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه حياة الفرح والتزبيح واللسان الذي ينطق بعظائم الله وعجائبه إنجيل هذا الصباح يا أحبائي من إنجيل معلمنا القديس ماري متة إصحح 12 عدد 22 متة 12 عدد 22 شرين